السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة سبنت لالانجية الفيديو اللي يوم ان شاء الله اخواتي نتقسم معكم هاد الموديل زوين صراحة رغم ان ضيق الوقت ما مكنش الوقت وهذا لكن نحاول ولو غير فكرة تاخدوها على الاقل لان هاد الموديل ما شاء الله يعني مطلوب بزاف اللي كتجي عندي كتشوف الموديل كتبغي تخيطه وفعلا كيجي زوين صراحة وهو في اشكال شفتوا معي هنا اياه غير الكل سيدة بغت في غير الكل بنسبة هاد سيدة اياه قصيرة شوية وعدها ما بغتش اذاك العرض بزاف يعني فصلت للموديل عادي جدا اه زيادة اللي زد لها كتر من من ثلاثة سنتيم زد لها تقريبا خمسة سنتيم في العرض هاد الموديل هادا هادا ربعين سنتيم هو وهذاك الاول اللي شفته في الكحل هادا غادي تشوفوا الطريقة دياله حتى في الكل دياله غادي تشوفوا معي انا كنت هنشارك معكم اخواتي غير الكل لكن ما فيها بس انا اعطيكم بعض الافكر هنا احتى هاد سيدة اياه حتى يبغت الموديل سامبل عادي جدا صالة دياله وكنقول عادي يعني ما فيش شي زيادة ولا عرض يعني الموديل عادي الكميمة اللي فيهم ذلك البنضة والكل صافي وبالنسبة لهاد الموديل اللي كان خدم معكم كانحتاجوا ليه جوج متر وانيس غادي تشوفوا معي اخواتي الطريقة ديال الكل اللي اهم شيء بزاف البنة اللي بغاوها تمانية سنتيم عرض الرقابة انك نحاول نضغط على التباشر لكن ما بينش مزيان نحاول نبدله نزلت بادنان سنتيم يعني جز سنتيم اللي نزلت بها في الخلف هنا تسعة سنتيم فالهدف ديالنا من هات تقويرها ديال الامام هو غير باش نشوفو باش نرسم لكم الشكل فقط لحاكين احنا ما عاديش نحتاجوا هات دورة ديال الامام يعني راقبة الامام هنا كنضيفو ثلاثة سنتيم كنزيدوها على تمانية يعني تصبحنا احداشر سنتيم هنا هي كنناخد الطول من البداية حتى اللي انا اربعة وعشرين سنتيم وخد سمعو اربعة وعشرين سنتيم هنا واحد فاصلة خمسة فاربعة وعشرين سنتيم لان البندة كتجي كروازي يعني هي الكل كي صغار كيكونش كبير سفي غادي نربطها مع ديك ثلاثة سنتيم لليزتا كنديرو غير واحد فاصلة خمسة اخواتي فالجزء هدا لان الموديل كيتزاد بالاخص اللي ما درتوش في فيزلين اما اللي درتو فيزلين فكيبقى لكم العبار كما هو لاحظوا معي اخواتينا باختصارا نحاول نشرح لكم ربعين سنتيم ربعين سنتيم يعني مسافة كاملة فيها ربعين سنتيم ولكم سقطت الكاتف بخمسة سنتيم وبنسبة العرض ديلكم درت فيها ربع وعشرين فالعرض ديلكم كيبقى اختيار ديرو القياس اللي بغيتو صراحة انا كنت هنوريكم غير الكل فقط لكن قلت ما فيها بس نعطيهم ما غير فكرة بعدها هنا هي سنتيم ونص اللي كنقطع فيها في الاول سنتيم ونص لكن هديك سنتيم ونص ركتزاد في الاخير هدي تشوفوا معي البنطة في الاخير لان الموديل ما مددش في فيزلين ما الافضل انكم نديرو فيزلين هاد القطعة اللي كيبقى وليا منتصوب غدي ندير منهم بانضا وهدي ندير منهم حسا الكل هيا شوفوا معي الموديل مني كيت سورجة وهذا كيت زاد شوية لاحظوا معي شحل اللي غديكون ده بالقياس دياله وشوفوا اربعة سنتيم تقريبا خمسة هنا هي البنطة درت فيها عشرة سنتيم ممكن اخواتي تديروا البنطة فيها غير ثمانية مش يضروري تكون فيها عشرة سنتيم يعني العرض ديالي تكون غير بعة سنتيم لكن هادرت خمسة يلا جاتني مزيانة هنا ما كان جبدوش تتوب لانا كيف قلت لكم البنطة فيها فيزلين لكن هاد القطعة ما فيهاش فيزلين افضل انكم متجبتوش تتوب اللي في الاسفل كنحطو تتوب على الراحة ديالو تتوب دبابيس من الاحسن انا الوقت ما عنديش كنحاول نزرب لانا الناس خصو محوج ديالو كنصرفو مع العيد خصو تتحيد الحوج ديالو ديال الناس كامل نسعطيهم ليوم يعني اي حاجة عندي خصنين خيطة نعطيها للناس مليها هناك ننزل على هاد الخط بسنتيم اللي كنزل نحاولو ان تبتو بتبابيس باش ما يتزادش ليكم الطول يلا هاد القطعة هادي ونفس الطريقة بنسبة الجيهات الثانية نعبرو هاد البندا تضروري يكونوا نفس القياس حاو نضغط عليها باش طباش ريطرس عليها في هاد البندا حتى هاد الجيهة كننزل بسنتيم حادي السامر اخا واسيب الخياطة كنحاولو نخيط بشوية لعنا التوب واحد من نوع في الكريب كيكون اه يعني كي شبه للحرير هيك ننزل بسنتيم ضروري تنزلو بسنتيم هاو نفس القياس يكونون قد قد يعني نفس القياس هاد الموديل ما شاء الله خدمت فيه بزاف هاد هاد الايام بزاف خدمت فيه بالاخص هاد الكول هاد بزاف مطلوب صافي دا باك نديرو كرانا هنا يا ما نقطعوش الخياطة غاك نقربو عندها فقط لاحظوا معا انا الجهة اليمنى كتكون فوق الجهة اليسرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحاولوا تتوبة واحدة ببوس باش يجيكم الكلم زيان يعني مقدم مجيش عوج بعد ما نكملو خيطة نقطعو ذاك الزائد يعني ذاك الزائد اللي كذب قرنا غضي نقطعوها دعبا لاحظوا معي الكل كيف يجي مزيان الصراحة وغضي نسبسوه نايا بالخيطة في الجواني بيعني جنب ديال البنطة ترجمة نانسي قنقر وهنا بحل دائما كنخليو سانتيم تقريبا بالجهة دا الرقابة لاحظوا معي نخلي هنا تقريبا واحد سانتيم هنا يا هاداك السانتيم ديال تبطين دلخلف وهنا حيث ما فصلتش تبطين ديال الخلف يلا كنفصلو دا بعد يشوفو معي هادا سانتيم اللي كتليكم كتخليوه بنسبة لهذا الكل كي تحتاج بزاف يعني مش غير مش زماغ غير فادل ما لابس هادو يعني حساف بيجامة ديال ممرضة او لا يعني هادا تحتاجوه طابلية او لبيجاما دبا حاليا كي يقول لبيجاما ناكن خيطوهم ليوم كي يقول لوا كي اسموهم بيجاما صافيها والكل كيفش كي جين فيني ونقيف الخياطة يعني الموضل مني كي يكون كيتخيط بطريقة صحيحة حتى تكماش ما كيكونش في يعني كي تكملو بيا سواء كأنها يعني مصلوحة ولا هذا كتجي تسودي كي يجي الخياطة كتجي بتلقى انا اخواتي اختصرت بعض البعض اللقاتات ما صورتو مش فلا داعي يعني مش هدا يعني مش مهم الاهم حاجة عندي هي الكل انني كنت بغد نوري لكم حتى العرض دي الموديل راسال هذا اربعين سونسي من لي فيك اطلعوا بيا حتى الفوق من بعد الطول دي لكم اللي بغيتوا في هذا الموديل راشفتوا في الاول دي الفصالة ففي البندا كي يبقى على حسب كل سيدة وش حكز بغيف الطول دي لكم ممكن انكم تصانعوا عليها كي شفتوا معايا الموديل الاول اللي عرضتوا لكم شفتوا هو اللول هداك ما فيش باندا وجامزية الحمد لله جزوين وكان هذا وشك النهائي كي تشوفوا معايا كي يجي موديل رائع ومريح جزوين بزف اللبسة هنا را بيدون ميكوات نوع توب كريب كريب اللي كي يكون خفيف يعني واحد النوع كي يكون رقيق شوية بارد بس حو راحا الدرس اليوما نسمناه ان شاء الله تكونوا استفتوا فيه وهذا حرير ماشي الساتنة بناس هذا الحرير هنا كيف شفتوا معايا رمضات لاش لابا نضاف لكم درس وغيف الصدر بس حو راحا والسلام عليكم اشتركوا في القناة